لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو الموتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شاركنا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَأَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُوطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيعباد الله يقول الله عز وجل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْمَاءٌ حُسْنَا كُلُّهَا حُسْنَا أَسْمَاءٌ سَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَفْسَهُ وَنَحْنُ نُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سْمَاءً مِئَةً إِنَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَحْصَاهَا أَيْ حَفِظَهَا وَتَعَبَّدَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا حَفِظَهَا وَتَعَبَّدَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا كَاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرِيمِ تعبد العبد به يسعى أن يكون كريما واسمه عز وجل الرحيم يسعى ليكون مع الناس رحيما وهكذا وهناك أسماء يقف منها موقف العبد الذليل لا يتصف بشيء منها كالجبار والمتكبر فالكبرياء صفة رب العالمين وحده كما في الحديث يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار فهذه الأسماء لا يتصف العبد بها إنما يكون أمامها ذليلا لربه عز وجل متواضعا له عبدا له سبحانه وتعالى ومن أسماء الله عز وجل الجبار وهذا الإسم الكريم جاء في القرآن مرة واحدة قال الله عز وجل العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون ومعنى الجبار لغة صيغات مبالغة على وزن فعال من الفعل جبرا ويقال في اللغة جبار كسرا أي أغناه من الفقر والجبر أيضا في اللغة بمعنى القوي الطويل العظيم ويقال تجبر النبات إذا على وارتفع وكذا أيضا وكذا أيضا الجبر بمعنى التكبر كما ذكر الله عز وجل عن قول بني إسرائيل إن فيها قوما جبارين أي متكبرين وقال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا أي لم يجعلني متكبرا عن عبادته وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد المسلم الذي وفقه الله وهداه للإسلام والإيمان فالله عز وجل لم يجعله متكبرا عن عبادته بل جعله مسلما مؤمنا موحدا عابدا لربه سبحانه هذه المعاني في اللغة أخذ منها العلماء التعريفات لسم الله الجبار سبحانه وتعالى فهو القهار وهو العالي فوق خلقه وهو الذي جبر خلقه على مراده وهو سبحانه وتعالى الرؤوف الذي جبر قلوب المنكسرين فأغنى فأغنى من الفقر وأعطى من القلة وهو الذي جبر مصابا المصابين وهو الذي وفق وهدا وهو الذي أغنى وأقنى سبحانه لذلك قال الجبر على ثلاث معاني جبر القوة فهو عز وجل الجبار القوي الذي له الجبروت وجميع خلقه تحت سلطان قهره فالجبابرات من البشر مقهورون تحت سلطان قهره سبحانه فهو القوي المتين الذي لا يعجزه شيء وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ سماواته وأرضه بيده وقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم جعل يقبضها ويبسطها فيقول عز وجل أنا الجبار أين الجبارون أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون سبحانه وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه سبحانه فإنه عز وجل يقبض يقبض يوم القيامة يقبض يوم القيامة سماواته وأرضه بيده سبحانه ثم يقول أنا الجبار أين المتكبرون أين الجبارون سبحانه وكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأرض يوم القيامة تكون خبزة يتكفأها الجبار بيده يتكفأها أن يميلها من يد إلى يد ويجمعها كما يتكفأ أحدكم خبزته في سفاره نزولا لأهل الجنة فانظر إلى جبروت ربك عبد الله فهو سبحانه وتعالى القوي المتين عز وجل وله سبحانه جبروت العلم فهو سبحانه العلي الأعلى الذي وعلى وارتفع فوق عرشه سبحانه فهو العلي الكبير له علو الذات لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله علو القدر كل يوم هو في شأنه من شأن ربنا أن يغني ويفقر ويعطي ويمنع ويبتلي ويعافي سبحانه وله علو القهر وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده فجميع خلقه تحت سلطان قهره ما من حركة ولا سكنة إلا بإذنه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه في علوه قريض من خلقه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع أي رابعهم بعلمه سميع بصير أحاط بهم علما وهو عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وله سبحانه وله عز وجل جبر الرحمة وله سبحانه جبر الرحمة فهو سبحانه الذي يجبر مصيبة من أصابه من عباده فإذا أصيب العبد مصابا فإن الله عز وجل يجبر قلبا فيقول العبد إن لله وإن إليه راجعون يرضى بقضاء الله لا يتسخط هذا كله من الله هذا من جبره لقلب عبده يصبره على مصابه فيعلم فيعلم أن هذا بقضاء الله وقدره فيؤمن ويسلم ويرضاه ويشكر ربه سبحانه وتعالى فهذا من جبر الرحمة كذلك سبحانه يغني من الفقر يعطي من المنع يوفق ويهدي سبحانه وهذا كله من جبر الرحمة سبحانه وتعالى جبر الكسير إذا أغناه سبحانه وتعالى كما أنه يجبر قلوب عباده المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم من محبته وخشيته سبحانه وتعالى يجبر الله قلوبهم يملأها محبة الله والله سبحانه وتعالى يعطيهم يقينا ويزيدهم إيمانا ويقينا ويزيدهم إيمانا ويقينا سبحانه وتعالى والله عز وجل ما عباده إذا ذكروا وتحركت به ألسنتهم سبحانه وتعالى فالله عز وجل يجبر كسر المنكسرين وإذا دعاه العبد ولجأ إليه وتوكل عليه وفرض أموره إليه فإن الله يكفي فأليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي هو كافيه سبحانه وتعالى هذا كله يا عباد الله من جبر الرحمة الذي نثبته لله عندما نقرأ ونسمع اسم الله الجبار سبحانه وتعالى الذي له جبر القوة وجبر العلوم وجبر الرحمة سبحانه وتعالى أقول هذا وأستغفر الله الله أستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا قدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شاركنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيعباد الله ومن معاني الجبار كما قال قتادة رحمه الله الذي يجبر عباده على ما يشاء سبحانه يجبر عباده على أمره سبحانه والله غالب على أمره عز وجل فهو سبحانه الذي يجبر عباده على ما يريد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يجبر قلب أحد على الإيمان ولم يكلف صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هو نذير مبلغ أما الذي يهدي القلوب ويأخذها إليه سبحانه هو وحده عز وجل الذي قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو سبحانه الذي جبر القلوب على ما يشاء سبحانه فإذا علم العبد ذلك فإنه ينجأ إلى ربه أن يثبت عليه قلبه وأن لا يزيغه بعد إذ هداه وهذه كانت أكثر دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولها اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك أي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فيدعو العبد ربه أن يثبت الله قلبه على الإيمان والإسلام وأن لا يموت على الإسلام كذلك أيضا من جبر الله عز وجل لعباده على ما يشاء أنه سبحانه وتعالى أكمل الدين وشراء الشرائع وأمر عباده أن يطعوه ونههم وحذرهم أن يعصوه وما على العبد إلا أن يعظم ربه في ذلك فيأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويحذر يحذر أن يطغى يحذر أن يكون طاغوطا يحذر أن ينازع ربه عز وجل في حقه فحق الصيادة والتشريع له وحده سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يهدم به إلا سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في آخر الآية قال الله إن الله يحكم ما يريد هو الذي يحنر ويحرم وما عليك أيها العبد إلا أن تكون عبداً لله طائعاً له متواضعاً تنفذ أمرها تجتنب نهياً احذر أن تتعدى هذه المنزلة فيطغى العبد فيحرم ويحلل بهواه إنما الله وحده هو الذي يشرع لعباده شرع لهم شرعاً محكمة شريعة هي شريعة المحاسم والحمد لله رب العالمين فيأتمر العبد بأمر الله وينتهي بنهي كذلكم عباد الله إذا علم العبد ذلك فإنه يعظم رباه يعظمه سبحانه وتعالى يعظمه ويكبره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل في ركوعه فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم سبحانه يسبح ربه ويعظمه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم سبحانه يعظم ربه عز وجل بذلك في ركوعه وسجوده ويدعو ربه سبحانه بين السجدتين يدعو بالجبر فكان يدعو صلى الله عليه وسلم ربه بين السجدتين فيقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني واعافني وارزقني يدعو ربه بذلك صلوات الله وسلام عليه انظر يدعو ربه بقوله واجبرني واجبرني لأنه هو الجبار سبحانه وتعالى الذي يجبر كسر عباده الذي يجبر كسر قلوب عباده سبحانه وتعالى فيغنيك الله من الفقر ويعفيك من الابتلاء ويفرج عنك كربك ويسر لك أمرك واجبرني تدعو ربك بذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وقد أحسن القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله ويا من أعوذ به فيما أحابره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره سبحانه له الملك له الأمر سبحانه وتعالى عز وجل ألا له الخلق والأمر الملك ملكه والأمر أمره والعباد عباده سبحانه وتعالى وهو عز وجل الكريم سبحانه فعندئذ يتوجه العبد إلى ربه أن يجبر الله عز وجل كسرا كذلك أيضا من التعبد لله باسمه الجبار أن تسعى عبد الله إلى جبر قلوب المنكسرين إلى جبر المنكسرين من عباد الله من ضعفائهم من الفقراء والمساكين واليتام والأرامل والضعفاء المسلمين تسعى لجبرهم وهذه عبادة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا هذه عبادة جليلة عبادة تفريج الكروبات جبر الخواطر أن يسعى العبد في جبر خاطر أخي في جبر كسر الذي نزل به مات له ميت عزه واسه صبروا مرض عده إذا نزلت به فاقة أو حاجة أو فقر فإنك تواسيه ولو بالقليل إذا كان مظلوما فإنك تنصره بالقدرة والمستطاع إلى آخر ذلك عبادة عظيمة يتعبد بها العبد لربه وهي السعي على السعي في حاجات الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس كربة من نفس كربة من كرب الدنيا أي عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فمن سعى في تنفيس كربات الناس نفس الله عنه كربة سواء في الدنيا أو الآخرة والذي يوسر على معسر يوسر الله عليه في الدنيا والآخرة العبد إذا أراد أن يكون على حال يحبها الله عز وجل فليكن لله على ما يحبه أنت عبد الله الذي تجعل لنفسك مكانا ومقاما ما تريده ما تريده ما تحبه يكون في طاعة الله سبحانه ما يكون في طاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسل عباد الله إننا قادمون على أيام شهر شعبان سبحان الله سبحان الله يغشي الليلة النهار يطلبه حتيثاً انظر لكر الأيام والشهور انظر عبد الله لا نشعر بالعمر الإمام أحمد رحمه الله شبه الشباب بشيء كان في كمه ثم سقط منه السنون تلو السمو السنون تجد الشيء بقد علاك وأنت لا تشعر وأنت لا تشعر فالمؤمن لا بد وأن يشعر وأن ينتبه وأن يعلم أن الله عز وجل يغشي الليلة النهار يطلبه حتيثاً أي سريعاً فانظر لكر الأيام ولكر الشهور سبحان الله أيام ويدخل علينا شهر شعبان هذا الشهر هذا الشهر له فضيلة هذا الشهر يغفل عنه الناس الناس يهتمون بشهر رجب فإذا ما جاء رجب يهتم الناس ويستعدون لصيام شهر رجب أم ويغفلون عن هذا الشهر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان إلا قليلاً ويقول ذك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه الناس يهتمون بشهر رجب ويغفلون عن شهر شعبان فيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين سبحانه فقاف كان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلاً لأنه يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو وصائم كذلك في هذا الشهر ليلة النصف التي ينزل فيها رب العزة والجلال نزولاً يلق بكمان وجلاله فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن والمشاحن أي الذي في قلبه حقب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أحد من المسلمين فالعبد المؤمن يستعد لشهر شعبان كما كان السلف يستعدون يستعدون لشهر شعبان كما يستعدون لرمضان وكانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء أي أنهم يقبلون فيه على تلاوة القرآن وكذا أيضاً على الصدقة والعطف على اليتام والمساكين هذا كله من الجبر عبد الله استنزلوا الرزق بالصدقة استنزلوا الرزق بالصدقة إذا أردت رزقاً وفيراً تصدق تصدق وسيخلف الله عليك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين سبحانه وتعالى أعظم سبب للرزق بعد التقوى الصدقة فالله عز وجل يخلفها عليك فما من صباح إلا وملكان ينزلان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعطي منفقاً تلفاً فإن هذه الدهور التي مرت على المسلمين في تاريخهم كان الزمان هكذا يوماً عسر ويوماً يسر لا يمكن أبداً أن يدوم العسر ومع ذلك كانوا ينفقون في منشطهم ومكراههم وعسرهم ويسرهم مهماً كان الإنسان في عسر فلينفق مما آتاه الله ولو قليلاً ومنتظر الفرج من الله وانتظر الخير من الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم تبعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أهدي قلوبنا واشرح صدورنا واصروحيبنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إننا نسألك الله والجنة نعوذ بك من سخاطك والنار اللهم يمقلب القلوب تثبت قلوبنا على دينك اللهم يمزارف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك الله إنا نسألك عيشة هنية وبيتة سوية وما ردا غير مخزن ولا فاضح اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين وارفع الدين عن المدينين اللهم نجي المسلمين المصدعفين في غازة وفلسطين اللهم نجي المسلمين المصدعفين في غازة وفلسطين اللهم نجي المسلمين المصدعفين في غازة وفلسطين اللهم كلهم حونا ونصيرا اللهم أنزل عليهم رحماتك وبركاتك ونصرك يا رب العالمين اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير فتقبل منا يا رحمة الرحمن ورحمة الله ورحمة الله